الثمينة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجازو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس طيار الحكمة العراقية عمار الحكيم لتهنياته على فوزه بولاية رئاسية جديدة وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس طيار الحكمة ثمن الدور المحورية الذي تقوم به مصر في حماية الأمن والاستقرار بالمنطقة مؤكدا تطلع العراق الاستمرار وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين وأضف متحدث رئاسة أن الرئيس السيسي تقدم بالشكر لرئيس طيار الحكمة على الاتصال مشيدا بعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عمق العلاقات المصرية الفرنسية وأهمية الجهود المتواصلة لتعزيزها في المجالات كافة جاء ذلك خلال اتصال هاتفي طلقه الرئيس السيسي من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الذي أكد حرصه على توجيه التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئيسة أن الرئيس الفرنسي استمع خلال الاتصال إلى رؤية الرئيس السيسي بشأن ضرورة وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية بلا عوائق وأوضح متحدث الرئيسة أن الرئيسين اتفق على تكثيف الجهود المشتركة في هذا الصدد كما أكد أهمية تجنب ما من شأنه توسيع نطاق الصراع في المنطقة وتوافق الرئيسان كذلك على ضرورة العمل الجد دوليا لدفع جهود تسوية للقضية الفلسطينية بشكل عادل ومستدام من خلال إنفاذ حل الدولتين رحبت مصر بإنشاء آلية أمامية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع وتعين منصق أمامي رفع المستوى لتسهيل دخول وتنصيق ومراقبة والتحقق من المساعدات داخل القطاع واعتبرت مصر اعتمد قرار مجلس الأمن خطوة هامة وإيجابية على مصاري التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية التي تطال المدنيين الفلسطينيين ومنظومة الخدمات الأساسية في القطاع معتبرتان أنها خطوة غير كافية لكون القرار لم يتضمن المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار باعتباره الضمانة لتوفير البيئة المواتية لتنفيذ مجمل بنود القرار والسبيل الوحيد لوقف نزيف الدماء في غزة كما جددت مصر التأكيد على استمرارها في العمل الواثيق مع الأطراف الدولية الداعمة للسلام من أجل التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار ويحافظ على أرواح المدنيين الفلسطينيين أكد مندوب مصر بالأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق أهمية قلق أفق سياسي واستئناف العملية التفاوضية التي تحقق للشعب الفلسطيني تطلعاته بإقامة دولة مستقلة وخلال جلسة مجلس الأمن قال مندوب مصر بالأمم المتحدة أن صدور قرار مجلس الأمن بزيادة المساعدة الإنسانية لقطاع غزة يعد خطوة على الطريق الصحيح لمعالجة التداعيات الدامية للحرب على القطاع معربا عن تطلعه في أن يسم هذا القرار في دعم تقديم المساعدات للقطاع الذي يشهد كارثة إنسانية لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية استشهد ثمانية عشر فلسطينيا في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وأفاد توكلة الأنباء الفلسطينية بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلنا في الشارع العشرين شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد ثمانية عشر شخصا وإصابة العشرات هذا ودمرت غارة نفذها طيران الاحتلال محطة لتحلية المياه بشارع غزة القديم في بلدة جاباليا شمال قطاع غزة كما قصفت مدفعية الاحتلال منزلا في حي الأمل بمدينة خانيونس وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قرار قانون السياسة الدفاعية الأمريكية ليصبح بذلك قانونا وأوضح البيت الأبيض أن تشريع الذي أقره الكونغرس الأسبوع الماضي يتضمن مبلغا قياسيا قدره 886 مليار دولار للإنفاق العسكري السنوي كما يجيز سياسات مثل مساعدة أوكرانيا والتعامل مع الصين في منطقة المحطين الهندي والهادي رياضيا توجى فريق منشستر سيتي الإنجليزي بلقب بطولة كأس العالم الأندية 2023 للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز الكبير على فريق فلومونانسي البرازيلي بأربعة أهداف دون رد في المباراة الأخيرة أو النهائية التي جمعتهما على ملعب الجوهر المشعة في جدة بسعودية وسجل رباعيات منشستر سيتي كل من جوليان ألفريز ونينو لعب فلومونانسي بالخطأ في مرمى وفيل فودن حصد النادي الأهلية الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم الأندية بفوزه على أوراوى ريد الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الأميرة عبدالله الفيصل الرياضية في مدينة جدة لتحديد المركزين الثالثة والرابعة من البطولة وسجل أهداف الأهلي كل من ياسر إبراهيم والجنوب الأفريقية بيرسيتاو والتونسي علي معلول مشاهدين انتهى موجز الثامنة ونعود لاستكمال وقف فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل